اشتركوا في القناة ولم يكن وكأن مصالح معلاء بيد البشر احنا مصالح لم تعلاء بيد الخالق الرزاق سبحانه وتعالى ولم يكن على ذلك سلفون الصالح رضي الله عنهم وارضاه أبدا سلفون الصالح لم يكن على ذلك أبدا ولذلك سبحانه ملي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحاب أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم واحد يسأل إحنا كنا زمان في التسعينيات وفي أوائل 2000 فين وفين وجيه للقبل كده في الثمانينات في الثمانينات فين وفين لما نلاقي في المنطقة كلها يمكن المحافظة كلها واحد خاتم جزء خاتم قرآن أو واحد بيصلي الترويح بجزء في اليوم يعني الكلام ده ما كانش مشهور مثلا في التسعينيات قوي تمام وكان يبقى مسجد على مستوى المحافظة كلها اللي الناس تجمع فيه من أهل السنة عشان نسمع خطبة كويسة انت دلوقتي ممكن في رمضان تلاقي في كل شارع مسجد بيختم بجزء في رمضان وتلاقي في كل حي أو كل منطقة صغيرة مسجد يجتمع فيه أهل السنة والناس بتجمع ويجيب لك شبشايخ ومش عارف هيه ونسمع خطبة وكلام ده كله بس فيه حاجة نملاحظها بالرغم من الفرق ما بين دلوقتي وزمان اللي اني زمان كان فيه بركة يعني الاخ الملتزم كان الاخ الملتزم والمنتقبة يعني منتقبة بجد يعني كانت تمشي في الشارع نلزأ في الحيطة خايفين منها ليه ههبة تمام اللي جرى دلوقتي الناس زمان كانت تقولي انتم يا بدقول ما بيتسلموش غريب علي بدقول دلوقتي إلي لأسف اللي بدأني ما بيسلمش علي بدأ تبليه ليه ما بقاش فيه بركة في المساجد ليه ما بقاش فيه بركة ما بين الاخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال من حديث البراء ابن عازم فيما جاء في صحيح الجامع قال أي عرى الإسلام أوثق فقالوا الصلاة نوم حسنة يعني أي عرى الإسلام أوثق يعني إيه سلسلة اللي بتمسك بعضها قوي اللي تخلي الإسلام أنا بس كم سلسلة فهنا نشيدين ما يتفكش مني فقالوا اللي يمسك الإسلام كله الصلاة فالنبي قال لهم حسنة وما هي بها ها طب إيه اللي يمسك الصلاة إيه الحلقة اللي بعد الصلاة اللي تشد الصلاة كمان فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال حسنة وما هي بها إيه اللي يمسك الزكاة تاني فقالوا الصيام فقال حسن وما هي بها فقالوا الحج فقال حسن وما هو بها فقال الجاد قال حسن وما هي بها إيه اللي يمسك السلسلة دي كلها او الحلقات دي كلها فقالوا ما ندري ما نقوله يا رسول الله فقال ان اوثق ارى الاسلام ان تحب لله وان تبغض لله اللي احنا ما بيناش نحب بعض احنا بقينا نكره بعض وبقينا نتهم بعض ما بيناش كويسين مع بعض ولذلك دي المنة اللي ربنا امتن بيها على الصحابة ما امتنش عليهم بمنة الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد امتن عليهم بنعمة عظيمة لحدش يقدر يعملها غير ربنا اللي هي ايه وقلف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما قلفت بين قلوبهم ولكن لله قلف بينهم انه عزيز حكيم تم الحب يجيب العزة اه ما يقدر على الخلق غير الخالق ما يقدر على القلوب اللي في الصدور دي غير الملك غير اللي القلوب في ايده وحده سبحانه وتعالى انه عزيز حكيم ولذلك دايما يا جماعة اخلص النيات في قلبك احنا ما كان عندنا اخلاص في النيات كنا منتقابلت كنا منحب بعض لان كانت النيات واحدة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرواه البخاري من حديث عيشة قال صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف احنا لما النيات اختلفت اختلفت لما كنا زمان المية واحدة لله اتفقنا الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تنافر منها اختلف حب اخوك عشان ربنا يحبك والله يحب اخوك عشان ربنا يحبك مش هنرد ربنا غير لما تحب اخوانك وتحب اهلك وتحب المسلمين قال الله عز وجل وجبت محبتي حقت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل قال الله عز وجل في الحديث القدسي المتحابون بجلالي اليوم اظلوهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل مش هتنلي الرضا والحب غير بحب اخوانك احنا كان زمان الواحد بيستعين عن اخوانه بأهله وقريبه وعيلته حب نرجع لبعض تاني نرجع نحب بعض تاني المشكلة لدلوقتي ما بيوجود بين الناس ان الناس ما بيقيتش تحب بعض ناس الله عز وجل ان يؤلف بين خلوبنا وان يوحد بين صفوفنا وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة